اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي الجنرال قمر جاويد باجوة رئيس أركان الجيش الباكستاني ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي لجمهورية باكستان وقد ثمن معالي وزير الخارجية العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين التي تستند إلى دعائم قوية تضمن لها الاستمرار والتطور وخاصة أنها تقوم على أرض صلبة من المصالح المشتركة والتوافق في الرؤى والمواقف السياسية والتفاهم بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو المحافل الدولية مشيدا معالي بالجهود التي تقوم بها جمهورية باكستان في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدا دعم مملكة البحرين لما تتخذه من إجراءات وتدابير تضمن لجمهورية باكستان الإسلامية الأمن والسلم ولشعب باكستان الصديق التنمية والرخاء من جانبه أعرب الجنرال جاويد باجوة عن تقديره لزيارة معالي وزير الخارجية والعلاقات الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية وتطلع إلى دفعها قدما في كافة المجالات وخاصة على الصعيد الأمني والعسكري